اهلا وسهلا فيكم من جديد وزارة الشباب اللي هي المظلة الرسمية للرياضة الأردنية والأندية وحتى التجمعات الشبابية رح نحكي في هاي التفاصيل وأيضا الخطط المستقبلية لوزارة الشباب مع وزير الشباب معالي الدكتور محمد أبو رماني سعد مساك أهلا وسهلا مساء الورد إليك ولا سميحة وللمشاهدين الكرام حياك الله أهلا وسهلا فيك دكتور بالبداية إذا بنا نحكي بشكل عام عن تقييمك لواقع الرياضة والشباب في الأردن لا التقييمة هذا بده تفاصيل كثير بده شرح طبعا دائما الجانب الرياضة هو جزء من دور وزارة الشباب على أكثر من صعيد على صعيد الرياضة التروحية التي تسمى غير الاحترافية اللي هي خارج نطاق اتحادات كرة القدم لكن هذا لا ينفي أن الوزارة لها دور إداري وتنظيمي ومالي في التعامل مع الأندية ودعم الأندية وكنت قبل قليل تتحدث عن انتخابات نادي الوحدات وهذه الانتخابات الكبيرة والديمقراطية واللي إن شاء الله بتمر بسلاسة بشكل كبير لكن في الجانب الآخر اللي أخذ اهتمام كبير على صعيد سواء بداية من خطاب جلالة الملك اهتمام جلالة الملك سمو ولي العهد مؤسسة ولي العهد الحكومة ووزارة الشباب لأنه موضوع الشباب بدأ يأخذ أبعاد متعددة سياسيا واقتصاديا وثقافيا فبالتالي لم يعود الأمر مقتصرا على الجانب الرياضي رغب اهتمامنا فعلا في الجانب الرياضي ممكن نحكي بعد قليل عن بطولة رمضان الاستقلال في شهر رمضان لكن هناك مشروعات متعددة على الصعيد السياسي الاقتصادي على الصعيد المجتمعي العمل التطوعي يعني فيه استراتيجية متكاملة رح نطلق استراتيجية الوزارة للأعوام القادمة خلال الفترة القريبة ان شاء الله بعد اقرارها من مجلس الوزراء بالتزامن مع ما يسمى خطة العمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال 2019-2020 فهناك العديد من الخطط والجهود التقييم بشكل مختصر انا دائما بتحدث فيه على الصعيد الشخصي جئت وانا لدي قناعة انه هناك مهمة صعبة جدا في التعامل مع واقع شبابي صعب ومعقد قضايا البطالة قضايا تحديات الخشية من انتشار المخدرات العنف التطرف ارتفاع منسوب الهويات الفرعية كان هذه التحديات هي التي تهيمن على تفكيري على الصورة النمطية للأسف الموجودة في المجتمع لكن بعد بضع شهور قليلة وجدت انه هذه الصورة النمطية ظالمة بحق الشباب مختزلة بشكل غير منطقي لانه صارت المهمة تبعتي كيف التحق بالشباب مش كيف انتشل الشباب حجم العمل الشبابي حجم كبير جدا هناك مبادرات هائلة لدى الشباب في عدة مجالات في مجال العمل الريادي في الابتكار في العمل التطوعي لدينا في المحافظات هناك مؤسسات شبابية صاعدة قوية فبالعكس تماما اللي عم بشوفه انه صحفي عندنا الجانب التحديات موجود وهي طبيعي في كل مرحلة لكن قدرة هذا الجيل على مواجهة التحديات وتجاوزها هي اسرع مما نتوقع واكبر مما نتوقع وهذا ما بحكيه من باب الإنشاء أنا بحكيه من واقع عملي أنه بالفعل لدينا جيل من الشباب أنا متأكد أنه خلال الفترة القريبة القادمة رح يكون له دور كبير ومهم جدا وقدرة كبيرة عن مواجهة التحديات جميل معليك من أبرز الملفات في وزارة الشباب التعديلات التي أقرتها مؤخرا ويمكن من أبرز هذه البنود في التعديلات كان في قانون انتخابات جديد معدل من قبل الوزارة هذه القوانين كيف دورها على تطوير دور الأندية وتفعيلها أكثر كنت أستمع لرئيس نادر الوحدات هي هذا نظام الأندية والهيئات الشبابية يتضمن العديد من النقاط لكن الهدف النظام كان هو نقل الأندية من مرحلة إلى مرحلة مختلفة تماما وبالتالي العمل بداية من التشريعات النظمة لعمل الأندية فمن ضمن النقاط التي تحدث فيها أنه حددنا فترة ولاية رئيس النادي بدل ما تكون مطلقة على مدى الحياة إلى فترتين ثلاثة أعوام ثلاثة أعوام فتح باب العضوية بشكل أوسع كبير لبناء قدرة الأندية على استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب خاصة نحن نتحدث اليوم عن موضوع الشباب وحاجتهم إلى مساحات وفضاءات للعمل الشبابي والرياضي وهناك العديد من القضايا المرتبطة بالحوكمة وقدرتنا على نقل الأندية الرياضية الأردنية من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي والإطار العالمي فهناك شروط حققناها في هذا النظام ومن ضمنها فتح باب الاستثمارات للأندية تصبح الأندية عندها قدرة أن تأسس شركات تعتبد على نفسها لأنه باختصار واقع الأندية بحاجة إلى ورشة عمل كبيرة جدا جدا والموضوع فيها يطول في هذا الحديث لكن هناك تحديات كبيرة جدا بتواجه الأندية الأردنية على صعيد الدعم المادي اللي حكوا عنه وعلى صعيد أيضا الارتقاء في الجانب الإدارية والتنظيمية والاحترافية جميل دكتور يمكن من أهم بنود التعديلات مثل ما ذكرت اللي هي فترة الرئاسة إنه الترشح لدورتين وإنه لا تزيد الدورة عن ثلاث سنوات شو الهدف أو ماذا أردتم من هذا التعديل؟ سؤال جميل لأنه هذا التعديل له إيجابيات وله سلبيات بالمناسبة يعني أحنا كل شيء في الدنيا نسبي في البعض الأندية هناك رؤساء أندية بيستمروا فترة طويلة بيقدموا جهودهم وثرواتهم وأموالهم وهذا إحنا ما بننكره بوزارة الشعب لكن إحنا لما نتطلع على واقع الأندية نتطلع بالصورة العامة مش بالصورة الخاصة بنادي أو ناديين أو ثلاثة أنديين بالصورة العامة من الضروري أنه ما يكون في احتكار لإدارة النادي من الضروري أنه نفتح الباب لكل الممكن أنه يطوروا وينجزوا ويوصلوا إلى مرحلة متقدمة ونتعامل مع الأندية كمؤسسات وليست من جانب شخصي معنى أنه خلص أن هذا النادي مرتبط بهذا الشخص أو هذه الجهة أو كذا لا هذا النادي مؤسسة وبالتالي إذا أردنا أن نحرر الأندية ونتعامل معها كمؤسسات لديها عملها ولديها أنظمتها من الأفضل كان أنه نحدد مدة رئاسة النادي وإحنا نتحدث عن 6 سنين فترة طويلة يعني عنده مجال 6 سنين يعمل ما يريد في النادي وإذا استطاع أنه يخلق نظام جديد وواقع جديد وتفكير جديد سيستمر هذا الشيء وإذا فشل يترك المجال لآخرين جميل طب معليك نتحدث مع أيضا بند مرتبط في هذه النقطة تحديدا ألا وهو فتح باب العضوية بالنسبة للهيئة العامة حتى يعني يدخلوا الأندية ماذا فعلتم في هذا الصياق؟ هذه فيها أكثر من بند في التغييرات والتعديلات التي استند عليها النظام الجديد للأندية البند الأول أنه إحنا مددنا مدة الانتقال من العضوية البدائية إلى العضوية الدائمة اكتساب العضوية الدائمة نحكي باللغة حشان الجمهور يفهمها يعني بمعنى أنه من مؤازر إلى عامل مددنا كانت سابقا بعض الأندية 3 شهر بعض الأندية 6 شهر وحدنا المدة وطولنا فترة المدة لماذا؟ لأنه إحنا عندنا ظاهرة الانتقال كم أصبت معالي؟ أعفوان 9 شهر 9 شهر كان في بعض الأندية 3 شهر 3 شهر معناه أنه إنت ممكن يعني في بعض المناطق العشائرية بعض المناطق اللي فيها جوانب سياسية بتقدر تجمع كل الناس خلال 3 شهر تجيبهم وتحطهم ويصوتهم بالتالي بتصير إحنا منسميها بالوزارة القوات المحمولة بتأثر بشكل كبير فهذا بيأثر على مسيرة النادي وأعضاء يكونوا بالفعل دائمين مؤمنين بعمل النادي لهم توجهات في هذا الجانب مش عضو جاي غير بنتيجة الانتخابات فإحنا لكن بنفس الوقت اللي هذا أيضا فتحنا في باب العضوية أنه أعطينا قيدنا قدرة الإدارة النادي على رفض أنه الأعضاء الجدد وأعطينا الوزارة الوزير شخصيا حق طبعا مش الوزير الحالي أي وزير إنه كموقع أنه حق التدخل في حال لم تكن هناك أسباب مقنعة لعدم قبول عضوية هؤلاء من حق الوزارة الآن إنها تدخل من أجل الجام التنظيمية لأنه في كثير من الاندية كان ما يزال عدد أعداء الهيئة العامة فيها عدد محدود جدا لا يتناسب لا مع فكرة النادي ولا مع مفهوم النادي ولا مع نشاط النادي هناك اندية فيها آلاف هناك اندية فيها خمسين ستين طبعا ورفعنا عدد من يحق لهم تأسيس النادي ورفعنا من منسوب الشروط تأسيس الاندية لأنه كمان عندنا توجه في الوزارة إنه تحديد عدد الاندية في الأردن هناك 400 نادي هذا غير منطقي غير منطقي له بنطبق على مفهوم النادي ولا على دول النادي ولا على طريقة النادي نحكي إحنا عم نتناقش مع إخواننا رؤساء الاندية ومتفقين معهم إنه هذه الحالة لا يمكن أنها تستمر لكن إحنا مشكلتنا في الوزارة إنه الاندي هي هيئات أهلية مستقلة وبالتالي لا يجوز أني أنا ألغي اندية بالمعنى العادي لكن هناك شروط جديدة لكن نحن نحاول إنه بدنا نعقد ورشاة عمل مع الاندية نحدد نتوافق على استراتيجية خاصة في الاندية حتى نعرف إلى أين نريد أن نصل في الاندية أنا لما أحكي على محافظة معينة مثلا هذه المحافظة إذا كان فيها 3-4 اندية هذا شيء جيد يعني أنا أعتقد أما يكون فيها 40 نادي 50 نادي وأغلب الاندية مثلا بدت تلعب في كرة قدم كرة قدم نتحدث عن مصاريف هائلة وكلفة كبيرة وإمكانيات عم نشتغل معهم على تنويع الألعاب اللي بيشتغلوا عليها من ألعاب فردية إلى جماعية عم نشتغل معهم على محاولة إنه الضم والدمج بين الاندية عم نشتغل معهم على محاولة بناء موارد للاستثمار النادي يستطيع يستثمر ويعتمد عن نفسه على القطاع الخاص بدلما الاقتصار على الحكومة جميل معليك إحنا في يعني من ضمن خطط الوزارة ويعني جدول أعمالها في المرحلة المقبلة بطولة رمضانية رح نتحدث عنها بس بدنا نشوف هذا الكليب عن هذه البطولة بنرجع نكمل حديثنا هي مش كرة جلدية ولا ملعب بأبعاد خماسية ولا حتى صوت صافر وأجواء خماسية هي همة وتناغم بنحقق في ألعاب جماعية يلا يا شباب الملعب بدو أبطال خلي جو الأردن كل نار وخلي ميسي ورونالدو من نيغار عمرك ما بين الثمانتاش للثلاثين طبعا بعدنا مش كبار بطولة الاستقلال الرمضانية بطولة على مستوى المملكة إيش بدك أحسن من هي خيار من خلال حسابات البطولة شكل وسجل فريقة وورجين الإسراء دكتور كيف ولدت فكرة إقامة بطولة الاستقلال الرمضانية وما الهدف منها؟ ولدت الفكرة أنه إحنا كنا نفكر في شهر رمضاني الكريم ماذا يمكن كوزارة شباب أن نقدم؟ كذلك الحال بالنسبة لي كوزارة ثقافية مثلا طلعنا في فكرة مهرجان للأنشيد الصوفية والروحية في شهر رمضان لكن كوزارة شباب ما هي الأنشطة؟ الخدمات التي يمكن أن نقدمها للجمهور الأردني الشعب الأردني تتناسب مع طبيعة شهر رمضان ولا تعرف يتأثر عمل الوزارة لأنه غالبا كثير من الناس بتعاملوا مع عمل الوزارات وكأنه بتصير تخفيض في منسوب العمل فكانت التشاور بينه بين زملائي في وزارة الشاب أنه لا بدنا أنشطة ذات طبيعة متميزة هذا العام بدأت فكرة بطولة الاستقلال الرمضانية بالتزاوج ما بين شهر رمضان والمناسبات الوطنية الفكرة جاءت وبنينا على بطولة سابقة كان عنا أيضا بطولة القائد سابقا بين أعمار من 14 إلى 17 سنة كانت ناجحة وممتازة فقلنا لازم أن نأخذ أعمار الأكبر والفكرة كانت أنه رمضان بالنسبة للناس رياضة روحية الناس تقوم بالعبادات وتأدية الطاعات وإلى آخره وبالتالي لابد أن نفكر في الرياضة بدنية بالتزاوج مع الرياضة الروحية فجاءت هذه الفكرة أنه هناك وقت جيد لبطولة رمضان بدأت الفكرة على صعيد المحافظات ثم كبرت أنه بدأنا نشعر أن هناك تجاوب هناك تفاعل كبير فوصلت إلى اعتمادها أنه أول بطولة شعبية على هذا المستوى كروية بتقام من خلال وزارة الشباب على مستوى المملكة تبدأ بالألوية ثم المحافظات ثم هناك المملكة وخصصنا موازنة خاصة لهذه البطولة لتسجيع الشباب أيضا أولا الميزة الأولى أنها هي بطولة مجانية بالتالي استخدام مرافق الموجودة الملاعب الموجودة بتعرف كثير بالشياء بروحوا بيستأجروا ملاعب بيستثمروا إحنا سوناها مجانا بطولة على مستوى تنظيمي مهم يعني في التنسيق مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع أمانة عمان بالتنسيق مع البلديات وزارة البلديات قمنا بالتنسيق مع هذه الجهات ثم قلنا لا بدنا كمان جوائز للفرق الأولى على مستوى المحافظة حتى لا تظلم مع مستوى المملكة فالفكرة أنه على مستوى الألوية هناك فرق خماسية تشكل تسجل من خلال رابط وزارة الشباب أو من خلال حتى المراكز الشبابية الموجودة المنتشرة احنا عندنا 200 مركز شبابي منتشرة في المملكة ثم ننتقل بيكون في منافسات على مستوى الألوية بإشراف وزارة الشباب والمدراء الموجودين فيها ثم على مستوى المحافظة الفرق التي تفوز على مستوى المحافظة لها جوائز مالية أعلن عنها ولاحقا نختار أو الفرق الأولى على المحافظات تذهب باتجاه المسابقة في الأسبوع الأخير الشارع من شهر رمضان الكريم على مستوى المملكة سيكون في تنافس على مستوى المملكة والفريق الأول طبعا له جائزة والفريق الثاني له جائزة الهداف له جائزة أفضل لعب له جائز بالإضافة إلى جوائز وحوافز أخرى عديدة فإلى الآن صار مسجل مئات الفرق بعد غد الأحد سيتم نشر تفاصيل أكثر عن الملاعب وأماكن إقامة البطولة والمباريات والإجراءات التنظيمية لكن هذا ساعدني أنا كوزير الشباب أن أتحول وزارة الشباب لورشة عمل حقيقية باتجاه شهر رمضان ليس أن يصبح تراجع صار فيه همة زيادة وتحدي أمام العاملين في وزارة الشباب أن هذه البطولة مهمة ولا بد أن تنجح هذه البطولة وتكون الوزارة على قدر التنظيم التي تعمل عليها نعم طبعا دعم معاليك واضح للرياضة ودايما منشوفك موجود في النشاطات الرياضية ويمكن أكثرها أو أهمها منتخب السلة اللي رح يشارك في بطولة كأس العالم هل هناك دعم مخصص لمنتخب السلة للمشاركة في هذه البطولة؟ أولا إحنا منهنئ أنفسنا منهنئ المنتخب السلة الجهاز الإداري الفني اللاعبين الجميع على الإنجاز المهم الذي حدث ومن لما تأهل يعني أخذ بطاقة التأهل منتخب السلة وإحنا شغالين على تأمين الدعم المادي للمنتخب مع إخواننا أعضاء الاتحاد يعني الحمد لله في الآن تم تأمين مبلغ من وزارة الشباب تم اقتطاعه من ميزانيتها المحدودة أصلا ولكن أيضا هناك يعني تفاهم مع وزير المالية على تأمين مبلغ معقول وهناك بعض القطاع الشركات في القطاع الخاص كمان قدمت مبالغ مهمة جدا يعني نحكي عن الفوسفات عن البوتاس عن شركات خاصة أنا ما بدي أخرب على رئيسة حد كورتسل اللي هو لازم يعلم هو عن الموضوع لكن على العموم عم نشتغل على أنه تأمين بدرجة كبيرة أغلب المبلغ الذي طلبوا الاتحاد من أجل المشاركة في البطولة القادمة جميلة أكيد يعني معليكم جهودكم مشكورة وأيضا نحن سعداء بتواجدك معنا هنا وزير الشباب الدكتور محمد أبو رمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم أهلا وسهلا أهلا فيك